بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذة ابتسام الكرمي اليوم سنبدأ بالدرس الثالث والأخير من الوحدة السادسة صفحة 80 بعنوان النفط والغاز الطبيعي بداية ما هو النفط؟ نلاحظ من هذه الصورة أن النفط هو سائل أسود لزج وجميعنا نعلم أن النفط أو البترول يتواجد في محطات البنزين أو محطات وقود كما تعلمون ولكن لا يوجد على شكل نفط فقط النفط في محطات الوقود يجزأ ومقسم إلى كيروسين وسولار وبنزين وغيرها إذن النفط له استخدامات عديدة في حياتنا ما هو النفط؟ وكيف تكون؟ وكيف يتم استخراجه وتكريره؟ هذا ما سنتكلم عنه اليوم بداية دعونا نشاهد هذا الفيديو تقدم لكم إذاعة صوت النجاح المنصوعة الثقافية المنصوعة الثقافية من إعداد وتقديم غسان خضر أهلا بكم مستمعي الكرام سأحدثكم اليوم عن البترول البترول واحد من أكبر خدم الجنس البشري فهو يوفر الضوء والحرارة والطاقة للسيارات والمحاريث والطائرات والسفن ولولا لتوقفت كل آلاتنا بسبب الاحتكام من البترول نشتق البنزين والكاز وزيوت التشحيم والتزييت والشمع والإسفل وكثيرا من المنتوجات الأخرى فما هو البترول عزيز المستمع؟ تجيء الكلمة من كلمة لاتينية تعني الزيت الصخري وكان العلماء يعتقدون أن البترول يتكون من نباتات وحيوانات عاشت قبل عصور في وحول البحار الدافئة التي كانت تغطي كثيرا من الأرض حين كانت النباتات والحيوانات تموت كانت تتكوم على قاع البحر ومع مرور الزمن غطتها ملايين الأطنان من الرمال والطين ونتيجة للضغط حولها الطين والرمال إلى صخور وتحولت النباتات والحيوانات إلى سائل أسود تجمع في مسامات الصخور وأدت ثورات القشرة الأرضية إلى تحول أجزاء من قيعان البحار القديمة إلى أرض جاف وأخذ بعض السائل ينز إلى سطح الأرض حيث لاحظه الإنسان لأول مرة إن البترول أو النفط الخام يستخدم منذ آلاف السنين فالشعوب القديمة ومنها الصينيون والمصريون كانوا يستخدمونهم كدواء وفي الهند كان يجري حرقه قبل زمن طويل من بداية العهد المسيحي إذن نجد من هذا الفيديو أن النفط له استخدامات عديدة ويستخدم في البلدان كافة ويعتمد عليه الإنسان وهو مصدر طاقة غير متجدد ولكن ما هو النفط؟ النفط هو سائل أسود كثيف أي معنى لزج قابل للإشتعال وهذه هي الخاصية المهمة التي جعلته مهم جدا في حياة البشر يوجد في الطبقة العليا من القشرة الأرضية ويتكون من خليط من المركبات إذن مرة أخرى هو سائل أسود لزج أو كثيف قابل للإشتعال يوجد في الطبقة العليا من القشرة الأرضية ويتكون من خليط من المركبات ولكن كيف تكون النفط؟ قبل ملايين السنين ترسبت بقايا الكائنات الحية البحرية الحيوانات والنباتات الميتة في قاعان البحار والمحيطات وانطمرت سريعا بالرمل والطين إذن بعد موت هذه الكائنات الحية البحرية وترسبها في قاعان البحار والمحيطات أدى بعد ذلك إلى انتمارها بواسطة الرمل فوقها طبعا يأتي الرمل بالضغط والحرارة الشديدين يأتي الخطوة رقم اثنين مع استمرار تركم رسوبيات ترتفع درجة الحرارة والضغط مما يؤدي إلى تحلل أجسام الكائنات الحية وتحولها إلى النفط والغاز الطبيعي إذن مع استمرار الضغط والحرارة هذان هم العاملان المهمان جدا في تحول هذه الرسوبيات إلى كائنات حية محللة إذن هذه الكائنات الحية التي قد سبق وأن تم طمرها هنا مع استمرار الضغط الناجم عن الرسوبيات فوقها يؤدي إلى تحللها وتحولها إلى نفط وغاز طبيعي النفط يختلف عن الغاز الطبيعي بالخطوة الثالثة يتسرب النفط إلى الأعلى خلال الصخور المسامية المنفذة حتى يصل إلى صخور غير منافذة وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الصخور غير المنفذة بأنها هي صخور التي لا تمرر الماء والهواء ولا أي مواد أخرى هذه الصخور تعمل كطبقة حافظة تمنع استمرار تسرب إلى الأعلى فيحتجز أسفلها إذن النفط يبقى هنا يتسرب إلى الأعلى من خلال الصخور المسامية المنفذة إلى أن يصل إلى طبقة صخور غير منافذة يحتجز بداخلها إذن هنا نلاحظ أن النفط والغاز الطبيعي يحتجزان في طبقة صخور المسامية بين طبقتين من الصخور غير المنفذة إذن فوق هذه الطبقة فوق النفط يكون هناك طبقة صخور غير منافذة وأسفل النفط أيضا يوجد طبقة صخور غير منافذة يوجد لدينا هنا الغاز كما نلاحظ وتحته النفط لماذا يوجد الغاز فوق النفط وليس النفط فوق الغاز لأن الغاز خفيف جدا كثافته قليلة جدا فيطفو فوق النفط هذا المكان الذي يحتجز فيه النفط يسمى بمصيدة النفط ويستخرج النفط منه إما بضخ الغاز أو بفعل ضغط الغاز النفط كما نرى يتواجد على شكل بنزين ديزل كيروسين كيروسين الذي هو كاز وأنواع أخرى ولكن كيف يتنفصل النفط يتم فصل النفط عن طريق ما يعرف بعملية تكرير النفط تكرير النفط هذه العملية تحدث داخل أبراج تكرير النفط ويتم فيها فصل مكونات النفط اعتمادا على درجة الغليان فمثلا يسخن هذا البترول الخام في النفط هذا البترول الخام الذي هو معنى النفط يتم تسخين البترول الخام داخل الأفران على درجة حرارة عالية جدا فمثلا غاز طبخ درجة حرارة أو درجة الغليان له قليلا وبالتالي يغلي أولا ويتم تجميعه أولا في حاويات أو في خزنات خاصة به لاحقا عند رفع درجة الحرارة أكثر يتم تجميع البنزين وعند رفع درجة الحرارة أكثر يتم تجميع الكريسين ووقود الطائرات ويليها الديزل والإسفلت أو الزفت اللذان يعتبران من أعلى درجات الغليان بالنسبة للمواد التي تستخرج من النفط وبالتالي يتم استخراج فصل أو فصل مشتقات النفط تبعا لاختلاف درجة الغليان فالمواد التي تكون درجة الغليان لها قليلة تكون في أحلى بجر التكرير أما المواد التي تكون لها درجة الغليان عالية فتكون في أسفل التكرير هذا كل شيء بالنسبة للنفط وإن شاء الله عز وجل سيكون هناك فيديوهات لاحقة للوحدة رقم 5 شكرا لكم